اشتركوا في القناة هم الاحداث التي وقعت في الشهرين الماضيين ابرزها عدم تمكن المنتخب المغربي من المشاركة في شان الجزائر 2022 وخطاب حفيظ منضلة في حفل افتتاح المسابقة وحسب ذات البيانة فان لجنة الانضباط التابعة للكافة اجتمعت اليوم الثلاثة من اجل البحث واصدار قرارها بشأن عدم مشاركة المنتخب المغربي في الشان الذي اقيم في الجزائر بعدما اضرجت السلطات الجزائرية حساباتها السياسية في الرياضة في خرق سافر لقوانين اللعبة هذا ويتصدر الخطاب الذي القاه حفيد منضلة والذي تضمن تحريضا واضحا ضد الوحدة الترابية للمملكة وعبارة الكراهية اهتمامات لجنة الانضباطة وهي سابقة من نوعها ليس فقط في افريقيا وانما في عالم كرة القدم ككله هذا وينظر الى القرارات التي ستصدر بشأن هذه القضايا من طرف لجنة الانضباطة على انها ستكون ذات وقع كبيرة فيما يخص مستقبل تنظيم كأس امم افريقيا 2025 نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء